السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شيء شكراً للهكر اللي ضرب للتليفون يعني بس لو أنك ما خربتوش يعني يعني أحذف الأسماء مش مشكلة بس تليفون يعني كلفتني مبلغ والله أنا بحاجة أجيب دوافي أو إبر إلي يعني فيعني شكراً أول شيء حذفت الأسماء الأسماء مش يعني في ناس كثير أنا كنت أحذفهم من السجل فأنت وفرت علي الوقت بالنسبة للإخوة اللي كانوا يراسلوني واللي بتابعوني ابعتولي على الواتساب رسالة وكتبوا اسمك عشان أرجع أضيفكوا عندكوا على قائمة التليفون اللي ما بده يعني عادي متعودين على هذه الشيئة اليوم توقعتنا ليوم الخميس 18 أيار مايو القمر استقر في برج الثور هو الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 3.46 دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر موجود في برج الثور فعشان هيك منشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وإلا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار أو استئجار عقار أو سيانة عقار أو قضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا اليوم في عنا ذروة زاويتين رح اليوم تكون ذروتهم وحدة إيجابية وحدة خطيرة جدا بالنسبة للزاوية الأولى اللي رح نحكي عنها اللي هي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين المريخ وبين نبتون وهاي حكينا أنه تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 24-5 هي من يوم 7-5 بدأت بيكون عنا نوع من أنواع التركيز العالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول الكذب علينا أو خداعنا وبرضو تدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة وممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية تدفعنا للإثارة وبرضو ممكن إنها تساعدنا للكفاح من أجل مثل عليا ومناسب للشعور بالإطمئنان النفسي والإنجازات العملية الكبيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية ما بين الشمس وما بين بلوتو وهاي من يوم 14-5 إلى يوم 29-5 تأثيراتها ذروتها يوم 21-5 الساعة وحدة و57 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج الزاوية هاي بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها وبيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا بتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية هذا الوقت مناسب للعلاقات مع المحيط بتسمح لنا بحل مشاكلنا بتساعدنا على إعادة تنظيمنا وأعمالنا ومشاريعنا أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي تأثيراتها مستمرة لا يوم 19-5 بعدين بتنتهي يعني بيكون آخر يوم لإلها طبعا هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية من ميل للتسامح بنصير خفيفين الروح مريحين مناسبة للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين بنستفيد بشكل كبير بأمور إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية ومناسبة هاي الفترة للراحة أو لتلبية الدعوات للسفر للتسلية يعني لهاي الأمور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي مستمرة ليوم 24-5 طبعا مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبتضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها من يوم 8-5 لا يوم 12-6 ذروتها يوم 22-5 الساعة 5 و 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا لا فعالية أو لا مناسبة معينة والتأثير والقيادي برضو من خلالها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين عطارد وبين زحل وتأثيراتها من يوم 5-5 إلى يوم 28-5 طبعا هاي الزاوية من الزوايا الإيجابية ذروتها طبعا رح تكون يوم 19-5 الساعة 6 و 38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة لأعمال الفكرية والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا الوقت يعتبر وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية اللي هي زاوية التقابل السلبية بين المريخ وبين بلوتو واللي تأثيراتها مستمرة من يوم 11-5 ليوم 29-5 طبعا ذروتها يوم 21-5 الساعة 13-11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية طبعا ذكرناها كثير وحكينا عن الأحداث اللي ممكن إنها تصير وفي حلقة كاملة لهاي الزاوية موجودة على القناة هاي بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب يعني منصير مندفعين ومتهورين وعصبيين جدا تدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع وبرضو مقاومة النظام السائد والقوانين أيضا برضو بتعرق النجاح مبادرتنا أو مبادراتنا وعلاقاتنا وبالدل هاي الزاوية على مشاحنات وعنف وحرب على يعني شكل كبير جدا يعني ما زالت الأجواء ضاغطة بشكل كبير برضو هاي بتدل على اغتيال أحد القادة أو الشخصية الشخصيات الكبار في ظروف غامضة حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية أمور إلها علاقة بالانقلابات العسكرية أو التآمر أو الخياني ومؤامرات والأعمال الإرهابية والتخريبية والحرائق كذلك وحوادث الطبيعة كالزلازل وحرائق الغبات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين أورانوس وهاي مستمرة برضو لأيوم 19.5 وهاي قلنا إنه ذروتها مضت راحت وإحنا في آخر أيام لها غالبا بتحدث بعض الثورات أو الإنقلابات العسكرية أو الإغتيالات في مثل هاي الوضعية وطبعا حدثت الأمور اللي هي أمور العنف الفترة الماضية بتزيد من عنادتنا واندفاعنا بتعطينا استقلالية شديدة وغرابة في طريقة الاستقلالية لأنه منتمرد على الموجودين حوالينا بتجعلنا نقطة في أحكامنا بيصير في نوع من أنواع التغييرات العنيفة بحياتنا من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لوعكات قلبية أو تشنجات عضلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي وإن تأثيراتها من يوم 28 أربعة ليوم 13 ستة وذروتها يوم 23 خمسة الساعة خمسة و12 دقيقة صباحا يعني هاي بتخلي بعض الأشخاص يتقدموا على حساب الآخرين يستغلوهم ويأخذوا الأشياء المهمة من عندهم وينسبوها لنفسهم ويطلعوا على كتافهم يعني التقدم رح يكون على حساب الآخرين وهي مضرة أو بتعرض بعض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة الميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية وبرضو بتدل على أمور إلها علاقة بعلو أحد رجال الدين أو المعارضين وبيلقى تأييد شعبي كبير ولكنه بالواقع بيكون كذب أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أو اليوم ذروتها أول زاوية هي زاوية الاقتران الإيجابية اللي بين القمر وبين المشتري وهاي طبعا رح تكون ذروتها ساعة 12 و 47 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش من ظهر يوم الأربعة طبعا هي راحت يعني يوم أمس كانت ولكن بتستمر هاي الزاوية تأثيراتها لغاية صباح يوم الخميس فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو طبعا برضو هاي الزاوية مستمرة لغاية ساعة ما بعد منتصف الليلة يعني وبعدها خلاص بتنتهي هي زاوية ما بين القمر وبين بلوتو تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبرضو بتدل على استياف الرأي العام من بعض الأمور اللي إلها علاقاء يا بالتلوث البي يا بالأوضاع يا بتقلب بأسعار بعض المنتوجات الغذائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد وطبعا تأثيراتها من الآن موجودة موعد بث الحلقة وبتستمر لغاية ظهر يوم الخميس نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءة للأمور التجارية وبتعطينا ثقة بالنفس أكثر ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أو تعابيرنا بمعنى آخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وبرضو هاي الساعة 11 و56 دقيقة مساء يعني منتصف الليل بتوقيت جرينيتش فتأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ظهر يوم الخميس نسبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل برضو مع القمر أو مع غيره أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التربيع السلبية البطيئة اللي ما بين المشتري وما بين بلوتو وعنى إنه هاي الزاوية مدتها شهرين بدأت من يوم 22 أربعة وعملنا حلقة مفصلة عنها ورح تضل تأثيراتها ليوم 22 ستة طبعا اليوم ذروتها الساعة وحدة وتسع دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش وهاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقب التصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تضرر بشكل خطير وبتدل على تحولات اقتصادية خطيرة بتضر بخزينة البلاد ممكن يقع اضطراب في القطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وبتتراجع مدخيل للبنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه لابد من وقوع ازمة على المستوى العقائدي بالخصوص ايضا وممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة او الارهابية بعمليات تخريبية او تقع تفجيرات او حرائق من يعني بيد اشخاص خفيين او الهدف من هذا الموضوع زعزعة استقرار البلاد او بيتم اغتيال شخصية هامة او احد رجال الدين في ظروف غامضة هناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق الغابات او الزلازل وايضا الامور اللي لها علاقة بنشاط بعض البراكين طبعا بما انه ذروتها اليوم معناته متوقع خلال اليومين القادمات انه يكون فيه احداث تتعلق في هذا الخصوص اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي من يوم 11-5 بدأت ومستمرة ليوم 24-5 اليوم ذروتها ساعة 8.59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدس تمنحنا خيال خصب ومثالية والهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدس بشكل كبير جدا وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل بتدل على اهتمام الدولة بالأسطول البحري أو بقطاع الصيد البحري وبعض صناعات كتكرير النفط والصيدلي والسينما وبرضو بتدل على زيادة ميل الشعب لتمسك بآقيدتهم ودينهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي ذربتها الساعة تسعة وسبعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش طبعا تأثيراتها من منتصف الليل اللي هي الأربعة للخميس ومستمرة حتى مساء يوم الخميس بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم برضو بتزيد من خيالهم أو من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا إنه نعيش أوقات ممتعة جدا بتدل على ميل الرأي العام لمواضيع اللي بتتعلق بالمجال الفني أو الترفيهي أو التسليه وبرضو النساء بيهتموا بهذه الزاوية بأمور إليها علاقة بالتجميل أو اللباس أو يعني شيء إليه علاقة بالمظهر والعاطفة وبس فيه نوع من أنواع الاستقرار النفسي والتوازن النفسي أيضا وبتشهد بعض المؤسسات المالية وكذلك بعض القطاعات كالنسيج والتجميل رواج أكبر ومدخيل أكثر خلال هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي راح تكون ذروتها الساعة 11.27 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش طبعا تأثير هاي الزاوية بيبدأ من ظهر يوم الخميس وبيستمر حتى عصر يوم الجمعة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب برضو بتدل على استحسان الرأي العام والشعب لما يلاقيه من حرية في التعبير واحترام الحريات وبشهد هذا اليوم نشاط في حركة الخطوط الجوية وزيادة مردودية الصناعات الدقيقة والقطاعات الخاصة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم العنق والحنجرة الحباد الصوتية الغد الدرقية اللوزة وتفاحة آدم هدولة الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية وإذا في عملية جراحية لهاي الأمور وكانت دقيقة أو من تعتبر من العمليات الكبرى بفضل تأجيلها أما علاجات وأخذ علاج ومراجعة طبية عمليات صغرى ما في أي مشكلة في هذا الموضوع بالنسبة لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل أما بالنسبة لعمليات التجميل فاليوم مناسب لأمور عمليات التجميل ما في أي مشاكل حق أو جراحة أو أمور إلها علاقة بالبشرة وما زالت الأجواء تصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية ويصلح أيضا لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة التسعة عاش خمسة بيبدأ خلو المسار الساعة خمسة وخمسين دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى تمام ساعة ستة وسبعة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بصير عمره ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة واحد بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية الآن في ساعة الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الثور حتى يوم تسعتاش خمسة سعيد الآن بنسبة مية في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 15% عطارد في الثور حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 60% الزهرة في السرطان حتى يوم 5 ستة سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 21 خمسة سعيد بنسبة 15% والمشتري في الثور حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 30 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجح حتى يوم 11 ستة منتحس بنسبة 30% حطيتوا لايك وديسلايك والأمور هاي فالحط عادي تكون تحطوا حطوا اللي ما بدي حطوا وبتكهرب ما يحط بلاش أجبركو يعني يعني ما بدي خجلكو بس اللي حاب يحط عادي كبست حط وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية وممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم هذا اليوم مناسب للمكاسب المالية وأخوض أي أمر بيتعلق بالأمور المالية يعني إذا لك فلوس بتقدر تطالب فيها إذا عليك ديون بتقدر ترتب أوضاعك المالية يعني بهذا المحتوى أما بعض الأشخاص ممكن بده يقدم لقرض أو بده يسعى في تحصيل بعض الأموال بشكل دين برضو جيد هذا اليوم بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا وحاول إنك ما تضيع الفرص وضف طاقتك الذهنية بشكل جيد حاول إنك تحط يعني حد لمعض التساؤلات والالتباسات اللي بتدور حواليك وناقش بوضوح الأجواء جيدة إذا استغلتها أيو صار معك فلوس ما استغلتها بتكتب لي في التعليقات من وين بدها تيجي لفلوس ما احنا قاعدين يا حصرة برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي طبعا الآن عطار درجة للحركة الأمامية الطاقة بتبلش ترجع تستقر وتعطيكم طاقة أكبر مع وجود القمر طبعا الطاقة بتتضاعف أكثر الحضوض قوية والنتائج جيدة جدا واليوم ما بيستطيع أي شخص إنه ينافسك حاول إنك تطوي صفحة الماضي ما تفكر في أي شيء راه فكر في الأيام اللي جاية بترتفع المعنويات مجددا بتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جديد جيد وحضوض عالية وتعتبر فترة ممتازة إذا ضليت قاعد في البيت وتقول لي لا وين والله تعب هلكني معناته خليك قاعد في البيت وكتب لي في التعليقات إنك قاعد في البيت أما الباقي يتحرك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا يعني يوم لا تحسدوا عليه صحيح إنه في إيجابية في بعض الكواكب والزوايا الموجودة ولكن القمر بظل في بيت المتاعب بيضغط عليكم طاقيا ولكن برضو رغم هيك يعني ماشي اليوم هذا بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم ولكن دون إهمال صحتكم صحيح إنه بيكون في نوع من أنواع الهدوء أعمالكم الشوي ممكن تتراكم أو تجد ما عندك نفس إنك تنجز هاي الأعمال ولكنها فترة فيها بعض الإيجابيات وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا مع المؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة الأوضاع جيدة فيها وبتقدر تدافع عن نفسك وتثبت جدارتك أهم شي إنك ما تخلي الإحباط يسيطر عليك وانتبه لصحتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم أهم شي إنه اليوم تكون مرح وطاقتك جيدة وما ترفض الدعوات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء وحاول إنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك وممكن تحصد على تأييد بسبب علاقة اجتماعية أو بسبب دعم أحد الأشخاص لإلك أهم شي إنك تكثف ارتباطاتك لأنه كل مكاسبك اليوم من علاقاتك الاجتماعية باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر ورح تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي خلال هذا اليوم إذا استغليت الفرص أما إذا حطيت إيدك على خدك وقعدت في البيت وأنا تعبان وأنا فيش عندي حظ وهذا الحكي مش مظبوط ومصارش عمره ما بصير برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم والقمر صحيح موجود في البيت العاشر لهو بيت السمعة ولكن برضو هاي الفترة فيها بعض المكاسب على مستوى شهرة على مستوى منصب على مستوى مكانك بالعمل علاقاتك مع مسؤولين أو مع طواقات مرموقة بتقدر تستغل كل هاي الأمور عشان تحقق اليوم نجاحات ممتازة يعني على عدة أصعدي اليوم الأجواء جيدة تنتظرك اليوم لقاء أو ارتباط مهم جدا ما بجوز إنك تفشل فيه عشان هيك اليوم دك تستغل هاي الأجواء الإيجابية وتحاول إنك تنطلق باتجاهها أهم شي إنك تحاذر العنادة والمشاعر السلبية والتقلبات اللي ممكن تخليك يا عصبي يا متهور انطلق يا صديقي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد أو مع أجانب أو برضو جيدة على مستوى الأمور الدراسية الجامعية مناقشة دراسة رسالة امتحان أشياء من هذا القبيل وحتى العلاقات العاطفية برضو ممتاز اليوم تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم تطمئن خواطرك في هذا اليوم وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة لانفتاح على محيط مختلف أو تقافي جديدة أو مجال جديد أو يعني أمور إلها علاقة بالدراسات والبحث والحوار والنقاش أو دراسة مجال جديد الأجواء ممتازة وداعمة بقوة عشان هيك لازم اليوم ترفرف بجناحك وتحلق عشان تكسب برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أو مسألة إلها علاقة بالبيت والعائلة فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر الموجود الأجواء ممتازة على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي عن طريق بنك أو ضريبة عن طريق تأمين عن طريق ميراث دعم الشركاء من الزوج هاي كلها أجواء إيجابية وممكن تخلص دين أو ترتب وضع مالي معين كان مأرقك أو قضية مالية أهم إشي أنك تحذر النزاعات والتذمر والتمرد وحاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام وبرضو أن الصحة بدها نوع من أنواع المراقبة أهم إشي حاول أنك تتنشط وتنتقل لمرحلة ثانية خلال هذا اليوم عشان تجهز لانتقال القمر للجوزاء عشان الطاقة الأكبر والفائد الأكبر فلازم تأسس لها يعني تحرك بلاش تظل قاعد برج العقرب بالنسبة للمواليد برج العقرب طبعا القمر موجود قبلكم يعني طاقتكم من المفروض أنها نازلة ولكن اليوم لأنه وضعي الكواكب فيه إيجابية فبعطيكو شوية حماسة هاي الحماسة هسا بقولكوه الرائحة طبعا اليوم مناسب لا يعني لأي عمل بيطلب تعاون من أي طرف ثاني يعني أنت لحالك تحاول تنجز سيء ممكن أنه ما يتم ولكن حاول تخلي معك شخص يساعدك في هذا الموضوع عشان يتم إنجاز هذا الشيء هذا اسمه طرف ثاني برضو بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في المال أو العاطفي يعني شريكك بالعمل أو زوجك أو زوجتك حافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم هذا اللي شو اللي قلت لكم بعدين بحكي لكم لأنه اليوم الطاقة عالية جدا للمشاحنات وللمشاكل ولطوش ولتوليعة الدنيا رغم هيك أنت الحلقة الأضعك فعشان هيك أي تهور منك اليوم هذا رح ينعكس عليك أنت اضبط أعصابك وحاول أنك تلتزم الهدوء وخلي العقل هو اللي يشتغل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم اليوم يعني ما بدنا نقول عن الصحة لأنه شوي صحة بلشتها تتحسن درجة ما رغم أنه القمر في مراحل المقابلة إلا أنه أفضل هذا اليوم في منك صحيح له مراجعات طبية أو أدوية أو علاجات أو بده يهتم بأمور إلها علاقة بالصحة ولكن ركزولي على موضوع العمل اليوم ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة أو تقديم طلب العمل أو عرض عمل أو تستعين ببعض الأشخاص اللي يساعدوك بإيجاد بعض الأعمال حاول تركز على الإشي المهم حاول إنك ما تلتهي بالأمور الثانوية والأمور اللي ما فيها فائدة عشان هيك اليوم كله يا تطوير عملك يا عمل جديد يا إما إنجاز بعض الأعمال المهمة ورح تنجزها ولكن بدك تتحرك وما تحط إيدك على خدك وتقول لا ما هي والله هي النفسية والصحية بزعل منك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم طاقة عالية جدا واللي بسمعه من موليد الجدي بعلق تعليق سلبي يعني بعمله دد دد اليوم القمر موجود في البيت الخامس بيت الخامس يعني بيت الحب والعاطفي والترفيه والتجميل والتقارب العاطفي والودي والمالي كل شيء كل إشي كل إشي إيجابي اليوم رح يكون بطاقة عالية جدا هذا الموضوع بترغبوا اليوم بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ومارسة نشاط فني أو هواية أو تقارب أو حفلة أو رحلة أو حتى اللي بدها تحبل اليوم إن شاء الله ربنا بكتبها لها أهم شيء ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي أنت اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنبوا الانتقادات وإسعوا لتلطيف الأجواء اليوم أنت بتستعيد صفاء ذهنك بتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية لأنه الفائدة في هذا المجال برج الدلو من نسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية يعني اليوم اللي بدي يستأجر بيت اللي بدي يبيع بيت اللي بدي يحل مشكلة إلها علاقة بالعقارات اللي بدي يحل مشكلة إلها علاقة بالأهل اللي بدي يتلاقى مع أهله بدي يعمل حفلة بدي يعمل مناسبة بدي يعمل لمة اجتماع عائلي كلها هاي أجواء إيجابية حتى لو بدك تطلب مساعدة من أحد أفراد العائلة اليوم برضو رح يكون الجو مناسب يعني في لمة اللي اليوم أو جمعة أو موضوع عائلي ملفت للانتباه صحيح أنه في بعض الضغط ولكن مش هالإشي المهم ممكن اليوم تكون على ارتباط مهم أهم إشي إنك ما بيجوز الفشل وما تضيع الفرص من إيدك وإذا حبيت إنك أنت تولع في البيت عشان أنت الأجواء وتختلق أشياء فترجعش للماضي تحطش للماضي اليوم عشان تقدر تستفيد برج الحوت بالنسبة للموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات سرعة البديهة قوية عطارد بدعمكم القمر بدعمكم الشمس برضو بتعطيكم طاقة يعني الأجواء اليوم تعطيكم حيوية كثير وهذا اليوم يوم مناسب للخروج بنزهة قصيرة تغيير جو حتى على المستوى العاطفي ممتاز جداً وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتمتعوا بقدرة ذهنية كبيرة وجراءة عالية جداً في التعبير والوصف وبحاول أنك يعني اطلع اللي في بطنك إذا عندك أي كلام اطلعه إذا عندك أي نقاش أو حوار ناقش وحاور وهم إشي حاول أنك تنظم جدول أعمالك عشان ما يصير فيه أي إهمال أو تقصير بس إذا ظلت أجاعد في البيت وحط مش عارف إيش أغاني ومتدمر وخلص بدكش تطلع وملكش نفسه بدكش ترد على الاتصالات ولا بدكش تشوف حد تحكيش معي بزعل منها حطيته لايك وديسلايك وكومنت والكبسات اللي تحت يا عمي كبسه 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 عادي بدك تسب عليه انزل سب عليه بس يعني اكتب لك شغلي يعني نشط القناة الحلقة شوي ألا يرضى عليكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء